استغربت لما شفت السيد عز الدين العربي يتكلم بهذا الصفاء لأن من جهة يقول بأن الفريق تاعه مفلس وشكل يفلسه لأن التسيير الأخير هذا ما لا هو ليفلس الفريق والتفليس هذا جاء من عدم حسن التسيير ولهذا لما يقول احنا من ممتعش الاتفاقية ما كان حتى مشكل إذا ما كان عندك اليوم كما قلنا لكي تحسن التسيير الأخير ما كان حتى مشكل أما احنا الرغبة تاعنا وهو لكي يحسن التسيير تحهم وما يقدرش المسؤولين يقولوا كيفية الخروج من المشكل هو إلا تعطينا الفلوس تعطينا الفلوس أن نصرف هذا الفلوس لا لا الوضعية ما رفقه الوضعية ما لازمش نقروها بهذا الباب لازم نستعرض بأن حتى المساعدة تاع السلطات لما يساعدوا كرة القدم لازم يكون حسن التسيير في هذه الأموال ما يقدروش يكون أموال باهظة يعني تصرف بدون مراقبة ولهذا الكلام اللي تكلمه سيد عز الدين ما هوش في محله لأن حسن التسيير من الأولويات نتاع مجاح الكرة المدينة ترجمة نانسي قنقر